مساءكم سعيد مشاهدين أهلا بكم إلى النشرة الرئيسية من الأولى تتابعون فيها قضية صحراء مغربية سنة الانتصارات الدبلوماسية تنضف للتأييد الدولي لمبادرة الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمملكة وفتح العديد من التمثيليات الدبلوماسية بكل من العيون والدخلة الطريق السريع تيزنيتا الدخل مشروع هيكلي برهان تنموي ربح للوقت وجلب لاستثمارات على مستواجهة جولميم ودنون تقدم الأشغال بالمنشآت الفنية فاق السبعين في المائة المتحور أوميكرون تشار سريع والانخراط في عملية التلقيح بالإضافة للتقايد بالإجراءات الوقائية توقع نجاتين من الوباء وحفاظ على الأمن الصحي المملكة المغربية استراتيجية أمنية محكمة تعتمد لاستباقة في التدخل يقظة مكنت من إجهاض عديد المخططة الإرهابية التي كانت تستهدف أمن واستقرار الوطن ويحضر معنا ضيفا على النشرة السيد عباس الوردي أستاذ السياسة العمومية بجامعة محمد الخامس برباط أهلا بك سيدي أهلا سيدة الكريمة وشكرا على السيدة مرحبا وجهت جامعة الدول العربية مذكرة إلى جميع المنظمات والهيئة المنظوية تحت لوائها توصيها باعتماد خريطة موحدة في جميع التظاهرات التي تنظمها مرفقة بصورة لخريطة الدول العربية ضمنها خريطة المغرب كاملة وطالبت الجامعة مختلف الهيئات والمنظمات التابعة لها بالالتزام بفحوة هذه المذكرة قضية وحدتنا الترابية عنوان لانتصارات ديبلوماسية متلاحقة طبعة السنة التي نودعها قضية صحراء المغربية شهدت نجاحات استراتيجية حققتها الديبلوماسية المغربية بقيادة ملكية متبصرة لحل هذا النزاع المفتعل الذي عمر طوير علم تقرير نستهل به اليوم سلسلة تقارير ترصد أحداث سنة التي نودعها بعد أيام قليلة تقرير محمد رد العبيدي ويوسف مزياني الصحراء مغربية حقيقة ثابتة لا نقاش فيها حقيقة تنهل من التاريخ تؤكدها الشرعية يجسدها على أرض الواقع اعتراف دولي واسع ونهضة تنموية شاملة وتدعمها مكتسبات عديدة مكتسبات لم تفلح مناورات بئيسة ويائسة في النيل منها نتحدث بداية عن القرار الأممي رقم 26-02 وفيه تثمين لتأمين معبر القرقارات وتأكيد على آلية الموائد المستديرة ومسؤولية الجزائر في هذا المسلسل وإشادة بمقترح الحكم الذاتي القرار الأممي لم يذهب في اتجاه المساس بمكتسبات المغرب كما كانت تريد الأطراف الأخرى فضلا عن تأكيد مسؤولية الجزائر كطرف رئيسي في مسار التسوية السياسية الآن هناك استجابة متتالية ومتوالية من كل دول العالم الأكثر من ذلك الدول هي الممتلة الممتلة في مجلس الأمن اليوم بأغلبية كبيرة تتماها مع الموقف المغربي ليس وحده القرار الأممي من شكل صفعة لخصوم وحدتنا الترابية بل إليه انضافت دول مجلس التعاون الخليجي التي جددت مواقفها الداعمة لمغربية الصحراء والحفاظ على أمن واستقرار المملكة ووحدة أراضيها وعكس ما كانت تصب إليه مطامح متجاوز لأعداء وحدتنا الترابية في التشكيك في شرعية الاتفاقيات القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية والتي تشمل الأقاليم الجنوبية الاتحاد الأوروبي يؤكد في تقريره السنوي استمرارية العلاقات التجارية بين الطرفين هو قرار فيه كبح لمحاولات الجزائر وجبات البوليزاريو لمحاولة إليه بالرأي العام الأوروبي على المغرب وهو يؤكد على الجهود التي تبدلها الدولة المغربية للنهوض بالمناطق الجنوب بالمناطق وأقاليم وبمدن المملكة الجنوبية تعرفون الآن أن يمكن اعتبار أن بعد المدن المناطق الجنوبية هي أحسن من بعض العواسم الإفريقية تتوالى المواقف وتتعاقب ومنحها واحد الصحراء مغربية ومبادرة الحكم الذاتي أفق وحيد وأوحد لتسوية هذا النزاع المفتعل مبادرة جددت الولايات المتحدة الأمريكية دعمها لها كونها جادة وذات مصداقية وواقعية ومن واشنطن جاء التأكيد مرة أخرى هذا القرار هو رد صارم على مجموعة من الأصوات التي كانت تراهن على العكس أو كانت تراهن على السعي لتغييره أو مراجعته طبعا هذا القرار أو هذا التأكيد هو كذلك يبرز مصداقية العلاقات المغربية الخارجية وخوصا مع القوى الدولية الوزنة خيبة أمن أخرى يتجرعها خصوم وحدتنا الترابية بمرارة تؤكد الاعتراف الأمريكي سنة الماضية بمغربية الصحراء اعتراف ينضاف إلى زخم ديبلوماسي متنام تعكسه على أرض الواقع أزيد من 24 دولة افتتحت قنصليات لها في مدينتي العيون والدخلة بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تمكنت الدبلوماسية المغربية من إحداث دينامية ناجعة تجسدت ميدانيا في افتتاح مجموعة من الدول لقنصلياتها بالأقاليم الجنوبية للمملكة مما شكل انتصارا للدبلوماسية المغربية وتحصين المكتسبات بخصوص القضية الوطنية من خلال واقع جديد قوامه الاعتراف المتزايد لدول العالم بالسيادة المغربية على الصحراء في هذا الخدم نهضة تنموية شاملة من بنيات تحتية ومشاريع اقتصادية واجتماعية أصبحت بمجيبها جهات الصحراء فضاء مفتوحا للتنمية والاستثمار الوطني والأجنبي واقع تساهم في بنائه الساكنة التي تصدرت المشهد الانتخابي الذي عاشته بلادنا من حيث التصويت والمشاركة واقع تنموي يمضي قدما غير عابئ بمناورات عقيمة حاولت وتحاول عبثا أن تخلق من لا شيء لا شيء وللمزيد من المعطيات حول هذا الموضوع يحضر معنا كما أسلفنا الأستاذ عباس الوردي أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس برباط أهلا بك مجددا سيدي مرحبا سيدي إذن كما تبعنا انتصارات متلاحقة عنوان ديبلوماسية الوضوح والطموح التي تنهجها بلادنا بقيادة صاحب الجل الملك محمد السادس أستاذ الوردي ما الذي ميز سنة 2021 ديبلوماسيا وأولا نهنئ أنفسنا على هذا الانتصار الحقيقي وكذلك الذي قل نظيره على المستوى المغاربي وعلى المستوى القرية وكذلك الدولي اعتبارا لأنه يقرن القول بالفعل فاقترار القول بالفعل كان وراءه توجيه مباشر من قبل جلالة الملك محمد السادس صلى الله الذي ما فتئه يذكر بأن مسألة الصحراء المغربية لا يمكن أن نزيد عليها وعلى أن المغرب في صحراء والصحراء في مغربية هذه نقطة نقطة ثانية مسألة الثقة التي تحضى بها المملكة المغربية لدى جميع الفرق الدوليين الذين عبروا عن مشاركتهم للمملكة المغربية في تصفية هذا الملف الشائك الذي عمر طويلا بفعل فاعل وفعل فاعل هم خصوم الوحدة الترابية الذين تأكدوا الآن وبالملموس على أن المغرب قد قطع مع سياسة الكرسي الفارخ وأن جلالة الملك هو الموجه الرسمي والمباشر لكل تدابير التي يجب أن تتخذ على مستوى الدبلوماسية المغربية وكذلك على اللحمة التي تجمع العرش بالشعب المغربي الذي ما فتئه يعبره عن امتعاضه وعن كذلك رفضه البات لهذه الخارجات الغير محسوبة لخصوم وعدتنا الترابية الأمر الذي تكرس بالأفعال كما قلت الفعل تكرس من خلاله نقاط عريضة أولها خروج مجموعة من الدول من عتمة كانت تأتت بيت الفعل الدولي وتأكدوا بذلك على أن هناك ضلال والضلال أدى بهم إلى انقشاع تلك العتمة وكذلك التعبير عنها بشكل مباشر عبر إقامة صرح دبلوماسي على مستوى أرض مغربية على مستوى بخاصة مدينتي العيون والدخل الآن نتحدث أخت الكريمة عن ما يروب عن 25 ممتلية دبلوماسية فما فوق هذا ليس بالشيء لهيين نهيك أخت الكريمة عن الاستثمارات التي أصبحت تتقاطر على أقاليمنا الجنوبية العزيزة أمر تكرس بوجود أولا بنيات احتية موجودة أصلا وتكرس عن ما يصطلح على تسميته في لغتي الاقتصاد الدولي بمناطق الجذبي الاقتصادي هذا كله عنوان عريض يمكننا أن نستشفى من خلاله على أن المملكة المغربية بقيادة سديدة من جلال الملك محمد سليزة صلى الله قد نجحت فعلا في إسماع صوت الحق وكذلك بإقناع مجموعة دول العالم بأن الشرعية الدولية والمشروعية وما شئان لا يمكنهما أن يتنافي أو أن ينفصل عن بعضهما البعض وعلى أن السيادة المغربية هي سيادة كاملة وبالتالي فالتعبير عن وجود هذه الممتدية الدبلوماسية وكذلك نخص بالذكر نقطة أساسية ونحن نحتفل بسنوية الاعتراف الرئاسي الأمريكي بمغربية الصحراء المغربية وبسيادة المغرب على أراضيه وبكونه الإعلان الرئاسي الأمريكي الذي عرج من خلاله الرئيس السابق دونالد ترامب على أن هناك مسألة العرفان بالجميل اعتبارا أن المملكة المغربية كانت هي أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية ناهيك أخت الكريمة عن العلاقة الطيبة التي تجمع المملكة المغربية مجموعة من الفرقة الدولية لا ننسى كذلك علاقة المغرب به هو المجلس التعاون الخليجي التي بالفعل أتبتت عن متانة العلاقات مع المملكة المغربية وأتبتت بالفعل على أنها تسير نحو الحل الأساسي الذي اقترحه المغرب سنة 2007 ألا هو مشروع الحكم الذاتي دون أن ننسى أخت الكريمة أن نذكر رأي العام الوطني والدولي بأن حتى الأمم المتحدة وحتى المجلس الأمن قد اقتنعوا اقتناعا تاما بأن مشروع الحكم الذاتي هو الأساس لحل هذا النزاع الذي عمر طويلا بفعل فاعل والأساس هو أن نبرة من يقود هذه المعركة قبل ذلك من وراء الستار قد أصبح الآن واضحا للعيان وأصبح يذكروا بمنطق الأرقام أربع مرات خمس مرات والبيت الأبيض الأمريكي الآن أعلن على أن الجزائر يجب عليها أن تجلس على طاولة المفاوضات وعلى أنها مسؤولة أو طرف أو جزء لا يتجزأ من أطراف النزاع وبالتالي فالصورة الآن واضحة وتعبر عن منعطف جديد قوامه الجرأة قوامه كذلك الاحترام المتبادل بين جميع الفرق الدوليين ولا أدل على ذلك من احترام الجار وما أدرك من الجار أستاذ الوردي أمام كل ما رمكمت المملكة في ملف وحدتنا الترابية وتدعيم موقع المغرب الاستراتيجي إقليميا ودوليا كيف استطاعت الدبلوماسية المغربية تحقيق كل هذه الإنجازات والمكاسب بالرغم من الظروف والتحديات الجيو الاستراتيجية التي يعرفها العالم أكيد أختي الكريمة على أن المملكة المغربية فعلا لا نقوله كمغاربة ولكن هناك اعترافات دولية بهذا التوجه الذي خرطت فيه المملكة المغربية منذ حصولها على الاستقلال وذلك من خلال بناء مجموعة من الجصور على أساس الاقتصاد والتقافة وكذلك السياسة والجانب الأبني وغيره واعتبار على أن المنظومة الدولية على أنها لا يمكنها أن تسقطها هذا الطرف أو ذاك لأننا نتعامل بمنطقة قاطرة التنمية وكذلك دول متكاملة كل هذه المؤثرات أو المؤشرات أختي الكريمة أكدت من خلال المملكة المغربية من خلال مجموعة من المواقف إذا مجموعة من البؤر التوتورية الأزمة الليبية بعض الأزمة في مجموعة من دول شمال إفريقيا والساح المالي وغيرها مشاركة القوى المتعددة الجنسيات على مستوى الأمم المتحدة كذلك المشاركات ذات السبغة الاقتصادية على أساس رابح رابح لا ننسى كذلك الدور المغربي على مستوى مجموعة من البقاع الإفريقية التي يعتبر المغرب جزء لا يتجزأ منها على أساس بناء جسر الاقتصادي يقوم على أساس رابح رابح وكذلك بناء مجموعة من الآليات الكفيلة بتبادل الخبرات وكذلك بتدبير مجموعة من الأزمة على أساس القانون الدولي لا ننسى كذلك في شق تاني وهو الأهم على أن المملكة المغربية أصبحت تقوم بإعلاء صوتها على مستوى مجموعة من المنابر الدولية وعلى أساسها مجلس الأمن وكذلك الأمم المتحدة وتقديم الحقائق الدامغة حقائق الدامغة ما يتعلق بما يقع مع الأسف بمخيمات العربية تندوف تهجير العزال كذلك تجنيد الأطفال كذلك اغتصاب النساء وغيرها من الأمور المشينة التي لا تمت بصلة لشيء اسمه مخيم نجوء هذا لا يمكن أن يعتبر مخيم نجوء إنه بؤرة من بؤر العاري على مستوى دولة جارة مع الأسف جارة عليها الزمان في الجانب الحقوقي كذلك أختي كريمة بين علاقات اقتصادية مع كبريات الدول نخص بالذكر الشراكة المغربية الأمريكية لأن هناك اتفاقية تبادل الحر مغربية أمريكية اتفاقية تبادل الحر كذلك مع الجار الأوروبي كذلك معاملات جد محترمة مع الصين الشعبية وكذلك معاملات مع بريطانيا وغيرها من الدول التي تكن كل احترام بمملكة المغربية لا لشيء نختي الكريمة على أن كما قلت قبل قليل فالمملكة المغربية بقيادة سديد من جديد الملكة محمد سديد تسعى دائما إلى كسب الثقة وكذلك إلى تحقيق مجموعة من الرهانات المشاركة وكذلك تسعى إلى تقديم مجموعة من الحلول الدامغة على شرعية مجموعة من القضايا التي تحاكوا كما قلت قبل قليل من وراء الستار وأتبتت من خلالها المملكة المغربية بأنها دولة فعلا توازن بين الشرعية والمشروعية أستاذ دوي الوردي إذن هي تمظهورات لديبلوماسية مغربية تنهل من رؤية متبصرة لجلالة الملك تنتصر للسلم والحكمة والاستقرار يعني لا يسعى المجال لذكر كل تمظهوراتها بكل تفاصيلها وكل ما حققتها المملكة على الصعيد الدبلوماسي لكن نتسأل معك عن أفاق الشركات الاستراتيجية متعددة الأطراف التي تجمع المغرب بالدول والقوى العظمى والتكثلات الإقليمية والمنظمات الدولية أستدواردي أختي الكريمة سأنطلق للإجابة على هذا السؤال من أحد الخطب الملكية السامية التي أشار فيها جلالة الملكة على أنه لن يتعامل مع أي كيان فما كان نعوب دون إدراج السيادة الكاملة للوحدة الترابية برمتها لأن السيادة كما قلت قبل قليل حتى في منطق القانون الدولي لا يمكننا أن تجزعه هذه مسألة مسألة أخرى هو أن المغرب له مجموعة من الآليات التي ارتضى من خلالها أن يبني شركات فاعلة ومندمجة مع مجموعة من الشركاء الآن نتحدث عن تصنيع اللقاح لقاح كورونا وكذلك عن بناء مجموعة من المصانع الأوفشورينغ وما نتقل جد بالاقتصاد على مستوى مجموعة من المدن المغربية لتشغيل مجموعة من الشباب وكذلك تحقيق مجموعة من الأرصيدة المهمة فيما يتعلقوا بأبناء الطاقة وأبناء الأغذية وغيرها من الأمور إلى الآن نتحدث عن ريهان الاستباق الاستباق شيء تكرس من خلاله نموذج استثنائي على مستوى المغاربة لأن المغرب فعلا مملكة تنعم أولا بالسلم والرخاء وكذلك مسألة أساسية تنبذ الكراهية لأن المغرب دائما يتحدث عن نبذ الكراهية بلسان جالة الملك محمد السادس صلى الله الذي ما فتئ يؤشر على هذا المعطى باستقبال مجموعة من رموز الدينية وكذلك من الحرص على تصريف مجموعة من العلاقات على أساس الاحترام المتبادل وعلى أساس إكرام الضيف وكذلك إكرام الجار وكذلك عدم الوصول إلى الطريق المسدود مع مجموعة من الفرقاء وكذلك دائما تشجيع الحوار البناء والهدف وأمر تكرس ببناء منسوب جديد من الثقة على مستوى مجموعة ميناء الأصعيد الآن نتحدث عن مجموعة من الأزمات التي تم اختلاقها بفعل فاعل والآن الحمد لله الكل اقتنع بأن المملكة المغربية تنعم بمجموعة ميناء المبادئ وكذلك مجموعة ميناء المؤشرة التي تؤهيلها لأن تلعب أدوارا استراتيجية حتى على مستوى الأممي الآن أنتونيو غوتاريس يشيد بالحكمة الملكية الغالية المتبصرة ويشيد كذلك بتدخل المغرب بمعبر القرقرات الذي كان بمثابة إعلان عن نوايا نمي سور متعددة وعزيدة للخير وكذلك بطبع حال تشفيف منابع كانت تكون بمثابة بؤر توطرية بفعل فعل نمي سور متعددة لانتصارات متلحقة ومتولية حققتها الدكترونماسية المغربية شكرا لك الأستاذ عباس الوردي أستاذ السياسات العمومية بجامعة محمد الخامس بالرباط شكرا لك على كل هذه التوضيحات وحضورك معنا شكرا سيدا سيدا سيكريم الوجهة الآن الأقاليم الجنوبية للمملكة بوتيرة متسارعة تتقدم أشغال إنجاز الطريق السريع تزنيت الداخل الذي يعد من أضخم الأوراش تنموية بالمملكة مشروع يشمل إنجازة ستة عشر منشأة فنية كبرى أحد عشر منها تتمركز بجهة قليم وادنون حافظ محضار وعبد الرحيم حشي على قدم وصاق تتقدم وثيرة الأشغال على مستوى ستة عشر منشأة فنية كبرى منجزة على الطريق السريع تزنيت العيون حيث تجاوزت نسبة الأشغال خمسة وستين بالمئة جهة قليم وادنون تحتضن في مجالها الترابي إحدى عشر من هذه المشآت الفنية التي يجري إنجازها وفق مواصفات دولية عالية الجودة تستجيب للمعايير التي حددها هذا الورش الملكي الضخم الذي يعد نقلة نوعية على مستوى تنزيل المشاريع القبرى المهيكلة بالجهات الجنوبية للمملكة ويجسدها النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك محمد السادسة ما صلوه الله المد الطرقي بالجهات الجنوبية من خلال مشروع تثنية الطريق التي تصل تيزنيتو إلى العيون تجاوزت نسبة تقدم أشغاله السبعين بالمئة على مستوى كافة المقاطع التي يصل عددها لثلاثين مقطعا بجهتين موادنون والعيون الساقي الحمراء إنجاز يشكل ثورة تنموية سيكون لها الوقع الكبير على كل مناح الحياة الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية وساكنة المنطقة التي تعتز بهذه المكتسبات الإنمائية أمي فاطمة والقنطرة دي الشبيكة تبارك الله من اللي كيتلقوه غايتولي الخدمة سهلة وتولي الطريق سهلة بخير حسن من هالشي الفيت هالشي الفيت ما كيلا قناطر لأولو هالطريق كدباندروك الحمد لله بذا القضية غادي يمزيانا الطريق مني كتتصرح وسمي توليك كتسهل علينا شحمل حاجة قضية رابعة بخير الحمد لله الواتيرة بش غادي غادي بواحد الواتيرة جيدة يعني كي سارعوا فيها هذك هذك غا تسهل بزاف لخدمة غا تسهل بزاف لأنه هذك المقاطع خطيرة إلا حيدوا هذك 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 نحيهم على هذك العمل اللي داروك ما إنجاز هذه الأوراش الطرقية الضخمة سيمكن من تقليس مدة التنقل وتجنب الانقطاعات بسبب الفيضانات وزحف الرمال وتسهيل نقل البضائع من وإلى مدن وحواضر جنوب مع تحسين الربط مع أهم المراكز الوطنية للإنتاج والتوزيع فضلا عن خلق باحات الصراحة ومواقف للشاحنات مشروع يعزز الاستثمارات القبرى بجنوب المملكة كما سيؤثر إجابا وبشكل مباشر على ساكنة الجهات الجنوبية للمملكة ومن العيون ينضم إلينا مباشرة السيدة مبارك فنشا مدير المديرية المؤقتة لتهيئة الطريقة الوطنية رقم واحد بين تزنيت والدخلة إذن كما تتبعنا سيدي بوتيرة متسارعة تتقدم أشغال إنجاز مختلف مقاطع الطريقة السريعة تزنيت الدخلة وفق مواصفات دولية سيدي ما هي النسب المحققة حتى الآن وما هي توقعاتكم بخصوص تاريخ الانتهاء من مختلف عمليات الإنجاز مساء الخير وشكرا على الاستضافة وعلى التواصل مع وزارة الجهيز والماء على هذا الموضوع على هذا المشروع الملكي الهام المميز ولكن بدءا دعيني أعطي بعض الأرقام تبينه أن ضخمة هذا المشروع الذي تفوق تكلفته عشرات المليار ديال الدرام الذي يتكون من جوز المقاطع الرئيسية جوز المحاور هو محور تزنيت العيون ومحور العيون الداخل يتكون كذلك من ثلاثين مقطع وستة عشر منشاة فنية كبرة كما جاء في التقارير ديالكم كذلك الردم أشغال الردم لكتفوق ثلاثين مليون ديال المتر مكعب وأكثر من منشاة من ألف وخمسمائة منشاة فنية ديال تصريف المياه وأكثر من تسعة ديال المليون من مواد البناء إذن كلها أرقام وكذلك تشتغل تقريبا واحد ألف وخمسمائة آلية في المشروع ككل إذن مشروع كبير وضخم بكل الأرقام له خصوصيات المشروع له خصوصيات كذلك لأنه طريق سريع كما جاء في التقرير بمواصفات عالية جداً وبمواصفات طريق سيار خاصة ما بين تيزنيت وقلمين فيه مياه أكثر من 162 كولومتر من مصار جديد في كذلك خمسة المدارات في جميع المدن خمسة المدارات كذلك في مدارات المدن ديال تيزنيت وقلمين ملوطية طانطان والعيون مدار مميز خصوصيات كذلك أنه هذا المشروع الكبير عرف واحد الإضافات وعرف واحد التحسينات وعرف واحد عدة تحسينات لتلائمه في المدن لأنها تزد يعني بعض البدالات وتزد بعض المنشاهد الفنية كلها تصب في تحسين وتحسين المشروع وملاهمته خاصة في المدن إذن كذلك المشروع يمكن لي نقول أنه عنده أهداف استراتيجية كوبرا أهمها كما جاء في تقرير التنمية الاقتصادية الأقالم الجنوبية زيادة على أنه غير بط شمال المملكة بجنوبها وكذلك ربط المملكة بالعنق ديالها الإفريقي ناهيك عن أنه كما قلت غير يزيد تحسين مؤشرات السلامة الطرقية لأنه كتذكر كل شيء المشاكل والآفات اللي عرفت هذا المحور في 2014 يعني الإنقطاعات لشكل واحد العزلة خاصة المدينة العيون وأقول مهم إلى خيرين الحمد لله إذن بعد إنجاز ذلك هذا المشروع ما غاديش يبقى هذا المشكل بصفة نهائية من ناحية تقدم الأشغال يمكن نقول أنه الأشغال تقريبا حاليا بصفة عامة وصلت 70% كذلك الأشغال انتهت ما بين المحور ديال العيون والداخلة الأشغال في الطريق السريع ما بين تيزنيت والعيون وصلت فقط 65% المونشاة الفنية تقريبا 65% على جهة قلمي مواد فقط الأشغال في المونشاة الفنية حاليا 70% تتقدم الحمد لله بالجهود الكبيرة جدا اللي كتقوم بها المصالح ديال الوزارة ومع الشركة ديالها وخاصة السلطات المحلية وبالخصوص السادة الولاة والعمال لأنه يتبعون هذا الشيء عن قرب حاليا يمكن نقول أنه هو تقريبا الأشغال انتهت بأكثر من 20 مقطع الأشغال انتهت بسبعات يعني 20 مقطع يفوق طولهم 700 كم والأشغال انتهت بسبعات المونشاة الفنية كبرى والحمد لله سيد مبارك بالنظر إلى كل هذه الأرقام والنسب المنجزة لحد الساعة ما هو الواقع المنتظر من هذا المشروع الكبير على مستوى التنمية بالجهات الجنوبية ومستقبل ساكنة المنطقة كاكوري الواقع اقتصادي طب الحالة يكون مباشر على الساكنة ديالجهات الجنوبية اللي كتفوق الساكنة ديالجهوش فاصل لجهوش المليون هذا يعني وقع اقتصادي واجتماعي بصفة مباشرة ناهيك عن تحسين السلامة الطرقية وتقليص مدة السفر لأن هذا شيء مهم مدة السفر تقلص بأكثر من 5 ساعات على الأقل بنسبة الشاحنات و6 ساعات إلى 7 بنسبة العربات زيادة على الواقع الاقتصادي لأنك تشتغل أكثر من 32 شركة كيشتغلوا عدة مختبرات أكثر من 40 فرقة ديال المختبرات كيشتغلوا أكثر من تقريبا 15-16 ديال المكاتب الدراسات زيادة على المقاولة بصفة عامة والمقاولة المحلية بصفة خاصة الحمد لله هذا شيء كامل سيكون لديه واحد الوقع اقتصادي كبير وإن عاش تشغيله طيبات الحال هذا ما نتمنى السيد مبارك فنشا مدير المديرية المؤقتة لتهيئة الطريقة الوطنية رقم واحد بين التزنيت والدخلة لكن جزيل الشكر على كل هذه التوضيحات كنت معنا مباشرة من العيون وفي جديد الحالة الوبائية ببلادنا تم تسجيل 734 إصابة جديدة بفيروس كورونا ومائتين وثمان حالة شفاء فيما تم تسجيل حالة وفاة وبخصوص عملية تلقيح مليونان وستمائة وخمسين وستين الف وستمائة وستين ستة أشخاص تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح المضاد للفيروس فيما ارتفع عدد الملقاحين بالجرعة الثانية إلى 22 مليون وثمانمائة وستن وثمانين الف وتسعمائة واثنين وعشرين شخصا مقابل 24 مليون وخمسمائة وخمسين وعشرين الفا وستمائة واربع وعشرين شخصا تلقوا الجرعة الأولى الانتشار السريع للمتحورات الجديدة لكوفيد تسعة عشر يثير المزيد من المخاوث للحفاظ على الأمن الصحي للمواطنين يتعين الاستمرار في الانخراط في عملية تلقيح باعتباره صلوكا مواطنا وطوق نجاة من الوباء من الصويرة ياسر العمراني وعبدغني التهراوي عملية التلقيح مستمرة ببلادنا بمدينة الصويرة يتوافد العديدون من أجل إتمام انخراطهم في العملية من خلال تلقيهم للجرعة الثالثة المعززة للمناعة دي بار أنا ضربت الأولى والثانية ودي بار جيت بيت نضرب الثالثة إن شاء الله لحسب هذا المرض اللي كين باش ما تمرتش ولداتك وما تمرت العائلة ديالك هاد الشي رأي مزيان صالح نحن يا مواطنين ضربت الأولى وضربت الثالثة وده بيت نضرب الثالثة وبخير الله مالك الحمد مزيل الناس ومزيل كل شيء الوليداتي وكل شيء باش نحميهم ونحمي عباد الله كامني الصراع مع الفيروس التاجي لازال مستمرا خصوصا مع المتحورات الجديدة التي تظهر بين الفينة والأخرى التلقيح من شأنه محاصرة انتشار هذه المتحورات انخراط المواطنين في عملية التلقيح يساهم في الحفاظ على المكتسبات واستقرار منحنا تطور الوباء تلقيح مهم لأنه هو اللي غادي يعطينا واحد المناعة والجرعة الثالثة أهم لأنها هي جرعة معززة وستمنحنا واحد المناعة أكثر من أجل تفادي انتكاسة فيروسية وبائية اللي غادي تجهد المنظومة الصحية وغادي تكون دا بزاف دي العواقب الاجتماعية والاقتصادية يبقى التلقيح والالتزام بالإجراءات الاحترازية مسؤولية جماعية للحماية من الوباء وتقليص دائرة انتشاره عدد الإصابات بفيروس كورونا في ارتفاع المتواصل الأمر الذي يهدد المكتسبات المحققة في مواجهة الوباء وضعية تسائلنا عن مدى الالتزام بالتدابير الوضاقائية في ظل التراخي الملحوظ للمواطنين عن التقيد بها من مراكش أمينة علام والمعتصم بالله البعزاوي السهر من قلب المدينة الحمراء ساحة جمع الفناء مواطنون يعبرون الساحة وغالبيتهم لا يرتدون القناع الواقي سلوك يحيل على التراخي والتهون في تحمل المسؤولية الجماعية في التصدي لجائحة كوفيد-19 التي ما زالت تفاجئون بمتحورات جديدة وتراخي المواطنين قد ينسف كل الجهود التي تم تحقيقها لمحاربة الوباء حركات روتينية بسيطة من قبيل ارتداء الكمامة ونظافة اليدين والتعقيم والتباعد الجسدي والحرص على أخذ جرعات اللقاح تدابير بسيطة لابد من التذكير بها لحتى المواطنين على المزيد من التعبئة للحفاظ على حياتهم إلى حين انفراج هذه الأزمة الرجاء للنس المواطنين داخل المدينة مراكش ولا على المستوى السعيد الوطني أنهم يلتزموا بالإجراءة الاحترازية لأن هذا المواطن حور جديد أنه يكون عنده وعدة تبعية مستقبالية لكي نتمسي من الناس أنهم يعودون أن يرجعوا لكماما ظهور المتحور الجديد ببلادنا وتصاعد مؤشرات الإصابة بالعديد من دول العالم دعوة لمزيد من اليقض من كافة المواطنين لمحاصرة الوباء والحفاظ عن المكتسبات التي تم تحقيقها لحد الآن وللحديث عن الوضعية الوبائية ينضم إلينا مباشرة من إفران الدكتور الطيب حمدي طبيب وباحث في السياسات والنظم الصحية دكتور حمدي شنو كان عرفوا الحدود الساعة على متحور أوميكرون والآن تأكد جيل دياله في بلادنا بالتالي شنهي القراءة ديالكم في سيناريوهات ديال الحالة الوبائية في بلادنا مساء الخير بالنسبة لأوميكرون أولا جميع المعطاية اليوم والدراسات كتأكد السرعة ديال انتشار دياله بشكل عالي جدا وكي يضاعف لأعداد دياله كل يومين وقل من يومين في عدة دول اللي يدخل لها كذلك نعرفه لأنه عنده هروب مناعي لا بالنسبة للناس اللي تصابوا سابقا كي يعودوا يتصابوا بأوميكرون ثلاثة المرات أكتر مقارنة مع المتحورات الأخرى وكان عرفه كذلك ربما ربما يكون أقل شراسة من الدلتا وخمزة الدراسات الأولية كتأكد بأنه أقل شراسة ولكن ما زال خلصنا نشوفوا هات المتحور من اللي غير انتشر عند الناس اللي ما مطعميش ولا عند الناس اللي ما تصابوش بكوفيد سابقا واش غطبقا نفس الشراسة ولا غادي يكون محلو بحل الدلتا هاد المعطية هدي كتخلينا اليوم مع الفصل البارد على أنه السيناريو الأكتر وأنه في الأيام القليلة مقبلة غادي تزاد الحالات بشكل كبير غادي تكون موجة كنتمنى وبناء على المعطية العلمية الحالية على أن الموجة ما تكونش طويلة تكون في 1-5 أو 6 أسابيع وتنتهي كما هو منتظر في أحسن الاحتمالات مع الأسف ممكن تكون أطوال دكتور حمضي بلدنا خدث مجموعة تدابير الاحترازية بما فيها تعليق الرحلات الجوية ما هي الأهمية هذه القرار الصعب خاصة أننا في فترة ديالر السنة تعرف حركية كبيرة فعلا هو قرار صعب وليس سهل ولكن خذت له بلادنا لتحمي المواطنين لتحمي الصحة للمواطنين لتحمي المنظومة الصحية خاصة نعرفه بأنه اليوم عدة دول في أوروبا اللي امتخذت عدد الإجراءات ما بين دول جيران ما بين فرنسا وألمانيا بريطانيا وغيرها كيتاخدوا إجراءات ديال السفار ديال النقص من رحلات الجوية اليوم مثلا كينا خبس 1600 رحلة في العالم لتم الإلغاء ديالها جزء منها مرتبط بالإصابة ديال العاملين في الطائرات بأوميكرون وكيخص العزل ديالهم فإذا كينا واحد الخلل كبير في الرحلات العالمية غير لخصة نعرفه على أن بلدنا خذت القرار الصعب وهو صعب جدا على عشرات الآلف من الأسر على قطاعات حيوية على الناس صناعة تقريدية على الناس اللي كيترزقوا الله بناءً على الحركة ديال السفر ولكن خذتها باش تحمل المواطنين وكو كنا ملقحين أكتر كو كنا نحترمون إجراءات احترازية أكتر ما كناش غالي تكون بلدنا مضطرة تاخذ إجراءات قوية كنتمنو أنهم مواطنين يتلقوا حكتر ويحترمون إجراءات أكتر باش ما تكونش إجراءات أخرى متشديدة بل تكون إجراءات خفيفة حتى نجوزوا هاد العاصفة دي الأوميكرو بسلام دكتور حمدي تفضل بالبقاء معنا سنعود إليك بعد قليل دوليا الاحتفالات بأعياد الميلاد تمر وسط قيود لمكافحة الوباء عاقت لسنة ثانية التجمعات بهذه المناسبة وتسببت في إلغاء آلاف الرحلات خاصة مع انتشار المتحور أوميكرون شديد العدوى عبدوها فكاراتي للعام الثاني على تولي يعيق وباء كوفيد-19 الاحتفال بأعياد الميلاد نظرا للانتشار الشديد للمتحور أوميكرون الذي تسبب في إلغاء آلاف الرحلات وتشديد الإجراءات الاحترازية في جل دول العالم بشكل عام وفي أوروبا بشكل خاص فقد سجلت المملكة المتحدة أمس أكثر من 122 ألف إصابة جديدة وهو رقم قياسي بدورها فرنسا تجاوزت عتبة 94 ألف إصابة يومية جديدة وهو مستوى غير مسبوق منذ تفشي الوباء ويتعين على الحكومة بعد غد اعتماد مشروع قانون يجعل شهادة التطعيم إلزامية وفي البرتغال صار المتحور أوميكرون يشكل 61% من الإصابات المسجلة رغم أن نسبة التطعيم بهذا البلد من بين أعلى المعدلات في العالم وفي هولندا أعيد فرض القيود الاحترازية كما أعادت إسبانيا واليونان فرض وضع الكمامة في كل أماكن التجمعات ارتفع أعداد الإصابات في ظل تفشي أوميكرون كان له أثر على احتفالات أعياد الميلاد وأدى إلى إلغاء شركة طيران لأكثر من 5600 رحلة جوية في العالم خلال نهاية الأسبوع وتأخرت أكثر من 3500 رحلة حول العالم عن مواعيدها بالعودة إليك دكتور حمدي أوروبا بالخصوص كتعرف انتكاسة وبائية حقيقية بعد منتشر متحور أوميكرون بشكل سريع في العديد من الدول شنو الدروس اللي ممكن استخلصقوها من الحال الوبائية بالتحديات ديالها في أوروبا مع هاد الموجة الجديدة الحسن الحد على أن بلادنا عموما الموجات كيوصلوها من بعد أوروبا بواحد أربعات الأسابيع حتى لستد الأسابيع متأخر على أوروبا كذلك حتى الفصل بارد عدنا متأخر عليهم بستد الأسابيع وهذا كيعطينا الفرصة من الحسن حدنا أننا ناخد الدروس من تجربة ديال الدول الأوروبية أولا فيما يخص الانتشار الدراسات كتوصلنا بشكل يومي على انتشار ديالها المتحور على الخطورة دياله على الإجراءات التي يخص الاتخاذ ديالها وهذا مهم جدا ولكن الدروس الأساسية اليوم اللي يخص ناخدها وياخدها المواطنين هو أولا أوروبا اليوم الإجراءات تتخذ من أجل الاحترام ديال الإجراءات الاحترازية بشكل قوي جدا سواء داخل الفضاءات المغلقة ويحتفل فضاءات العامة لكمامات تبعوت هوية ديال الأماكن المغلقة تطهير اليدين ولكن كذلك تلقيح الجرعة اللولة والثانية والثالثة اليوم كنشوف بالأوروبا هناك تسابق كبير جدا سواء ديال الدول أو ديال المواطنين من أجل أخذ الجرعة الثالثة لأنها كتحمينها من دلتا وكتحمينها من أوميكرو كذلك بالنسبة لأوروبا باش تحمين مدرسة ديالها والأطفال ديالها خدات القرار ديال تلقيح للأطفال ديال 15 سنة حنا في المغرب الجنة وطنية لتلقيح فتحات الباب للأباء اللي بغوا يحمي ولداتهم من 15 سنة اللي عندهم الأمراض المزمنة اللي عندهم أمراض خطيرة اللي كيخصوم يتلقحوا طبعا ضد أوميكرو وتفتحات عطا التوصية بفتح المجال وما تكونش ضرورة ديالتخط إجراءات أكتر تشدد دكتور طيب حمضي الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية شكرا لك على كل هذه التوضيحات كنت معنا مباشرة من مدينة إفران وبالأراضي الفلسطينية تقوص الاحتفال بعياد الميلاد خيم عليها انتشر وباء كورونا من فلسطين مرسلات صبحي أبو زيد على هذه النغمات ودقات الطبول بدأ مسيحي العالم وفلسطين على حسب التقويم الغربي الاحتفال بعيد الميلاد المجيد بمدينة بيت لحم وباقي المدن الفلسطينية وذلك تذكيرا بمحبة الله وتجديدا للإيمان لبداية عام جديد من فلسطين ومن قلب فلسطين فلسطين لها أكثر من قلب لأن القدس رمالة وغزة وإننا نصلي دائما للاتحاد بين كل المسيحين والمسلمين في هذا العيد هنا نحتفل مزبوط أنه مولد المسيح عيد الميلاد الذي يسوى المسيح في بيتلاحم وهنا من اللقب من الأسماء اللي هو يحمل حسب الكتال المكدس رئيس السلام بدأ بدأ هذا هذا الاحتفال بإضاءة الشجرة المجيدة والصلوات في الكنائس في ظل ظروف استثنائية هذا العام بسبب انتشار فيروس كورونا ما منع آلاف المصلين في العالم إلى الحجيج لمدينة بيتلاحم مهدو سيدنا المسيح ما أثر سلبا على مظاهر الاحتفال منع الاحتلال الإسرائيلي لمسيحي قطاع غزة من الدخول إلى مدينة بيتلاحم لم يثنيهم عن الاحتفال بأياد الميلاد والصلاة في كنائسهم بالقطاع على أمل أن يكون العام القادم قد تغير الحال إلى الأفضل فرحة النص فرحة فرحة حلوة مع أبنائي في قطاع غزة في أجواء عيد الميلاد أجواء بسيطة بسبب الحصار المفروض علينا عايشين نحن هنا الحمد لله فرحة فرحتنا كبرى كلها لما نطلع بيتلاحية من زور مكان بلاد سيدنا المسيح عليه السلام من زور كنسة اللحم غاد الاحتفالات في جميع غاد الاحتفالات يأتي عليها جميع أبناء العالم بيحتفلوا من عيد عليهم من عام إلى عام تبقى دعوات الفلسطينيين مسيحيين منهم ومسلمين بكل صلاة أن يعمى الأمن والاستقرار والعدل بالعالم أجمع وفلسطين أرض المحبة والسلام للقناة الأولى صبحي أبو زيد فلسطين وفي حصيلة المديري العام للأمن الوطني عرفت آلية التعاون للأمن الدولي هذه السنة استئنافا تدريجيا للأنشطة المرتبطة بالتعاون الأمني في مجال التكوين الشرطي كما عرفت تزايدا ملحوظا في مؤشرة التعاون العملي لمكافحة الجريمة في أبعادها العابرة للحدود الوطنية وذلك بعد تخفيف القيود والتدابير الاحترازية التي فرضتها الجائحة تقرير حفظ الهواري عالج قطب التعاون الأمني الدولي 5042 طلبا للتعاون من بينها 3998 طلبا يتعلق بالتعاون الميداني و1044 طلبا في مجال الدعم التقني وانصبت بشكل أساسي على التعاون في مجال مكافحة تهريب المخدرات والهجرة غير المشروعة وقضايا زجر الإرهاب والتطرف العنيف وتتويجا لهذا التعاون الأمني الثنائي والمتعدل الأطراف شاركت مصالح الأمن الوطني في تنفيذ عمليتين للتسليم المراقب للمخذرات مع مصالح الشرطة الفرنسية والإسبانية مما أصفر عن إيقاف عشرة مشتبه فيهم من جنسيات مختلفة وحجز 34 طن من مخذر الشيرة كما نفذت المصالح الأمنية المغربية 131 إناب قضائية دولية وعمم 88 أمرا دوليا بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية المختصة وهو الأمر الذي أصفر عن توقيف 107 مبحوث عنهم على الصعيد الدولي من بينهم 53 مواطنا مغربيا تم توقيفهم بالخارج بالتنسيق مع الشركاء الأمنيين في الدول الأجنبية وفي نفس السياق عمم المكتب المركزي الوطني مركز أنتر بول الرباط 3242 مذكرة بحث على الصعيد الوطني استجابة للنشرات الحمراء الصادرة عن منظمة أنتر بول وكذا الأوامر الدولية بإلقاء القبض الواردة من السلطات المختصة في الدول الأجنبية كما استجاب لما مجموعه 6252 طلب معلومات واردة من نظرائه في مختلف دول العالم أما شعبة الاتصال العربي التابعة لمديرية الشرطة القضائية فقد عممت 853 إذاعة بحث صادر عن المصالح الأمنية في الدول العربية واستجابت لـ 44 طلب معلومات في مجال التعاون الأمني مع الأمان العام لمجلس وزراء الداخلية العرب ومع الدول العربية الأعضاء بفضل استراتيجية محكمة للأجهزة الأمنية الوطنية استطاعت محاربة أكثر الآفات التي تقض مطجع العالم وهي الإرهاب التجربة المغربية نموذج يحتدى به لإجهاض المخططات الإرهابية في مهدها عمد أمسمير وعدنان الهرس الأجهزة الأمنية الوطنية سمام الأمان ببلادنا وأعينها التي لا تنام أجهزة متيقظة لرصد أي تحرك مشبوه لعناصر تحمل فكرا متطرفة تنصيق دائم ومستمر بين مختلف الأجهزة وعمل استباقي للتصدي للتطرف العنيف والجريمة الإرهابية بل أنها أصبحت مرجعا دوليا على المستوى العالمي في هذا المجال لا سواء في ما يتعلق بقدراتها على الاستباق وعلى توقع تطور الظاهرة الإرهابية عبر العالم ولا في ما يتعلق بقدراتها على أن تقدم حتى معالجة فكرية إيديولوجية لهذه الظاهرة بما يتنسب مع ما ينبغي من تجفيف للمنابع الفكرية لهذه الظاهرة خلال هذه السنة أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العام المكلفة بقضايا الإرهاب 38 شخصا يشبه في تورطهم في قضايا الإرهاب والتطرف العنيف مما يعكس حسب المراقبين نجاعة الجهود الأمنية المتواصلة لمكافحة الإرهاب والتهديدات المحدقة بأمن المملكة وسلامة المواطنين مؤسسة الأمنية المغربية ترفع من وتيرة التكوين المستمر بشكل دائم وهذا نلاحظه على مستوى التنسيق الدولي على مستوى التدريبات الموضوعاتي الجديدة على مستوى أيضا تطوير التقانة والتقنيات والتكنولوجيا الأمنية التي تمكنها من تدقيق المخاطر وتحديدها بدقة وملاحقتها بل واستباقها تجربة رائدة للأجهزة الأمنية الوطنية راكمتها في مجال مكافحة الإرهاب بفضل المهنية والاحترافية التي يتمتع بها العاملون في صفوف الأجهزة الأمنية الوطنية وصلت المؤسسة الأمنية بأي حال إلى مستوى بات بإمكانها أن تقدم معلومات أمنية دقيقة لمؤسسة دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية هذا كافي سياسة أمنية استثنائية مبنية على الاستباق والتحصين منحت بلادنا الضمانات اللازمة لتحقيق نجاح لافت في التصدي للإرهاب والصباق ظهوره بإقليم الرشديات عززت البنية التحتية التعليمية بمؤسسة تعليمية حديثة بالإضافة إلى مرافق تعليمية أخرى تقوي العرض التعليمي بجهة درعة تفيلات منظومة متكاملة تجمع ما بينما هو تعليمي تثقيفي وترفيهي من جماعة قلميما روبورتاج نوال القراري وعبد الفتح السوين بجماعة قلميما بإقليم راشدية المترم الأطراف التلاميذ وأولياء الأمور يتكبدون عناء الوصول إلى مقاعد الدراسة مسافات طويلة ومسالك صعبة ومنخ المتقلب معطيات ساهمت في رفع مؤشرات الهدر المدرسي خاصة لدى الفتيات منذ اليوم ثانوية الخوارزم تقرب العملية التعليمية من التلاميذ دربونا المؤسسة داروا لنا مؤسسة جديدة كنا ندربوه في طريق ثلاثة كيلومتر وكانين البنات ما كيقدرواش يجيو حيتاش طريق بعيدة وكتكون الوقت في الليل مشى الحال وما كيبغيوش الأباء ديالهم يخليوهم يقرأوا حيتاش كيكون ضلام وما كينش نقل ونقل بعيد الطريق ودابا الحمد لله قربو لنا المؤسسة داروا لنا هذا اللي سي فرحنا بزاف كنا كانت تعدبوه في الطريق في الشتاء والبرد يعني كانوا بعد صديقة ديالي أنهم كيكونوا في مدارس بعيدة زمان اللي سيعلين ودابا الحمد لله كانوا بعد ستعلمين كيبدوهش يقرؤوا كي حيدوهم العائلة ديالهم بشيقرؤوا دابا الحمد لله كان شكرهم على ديالي سيجد اللي داروا لنا تقريب البنيات التعليمية وجعلها متاحة للجميع آلية من شأنها رد الاعتبار للمدرسة العموبية والرقيبها لتكون أكثر جاذبية وقوف على الأنشطة التي تقوم بها هذه المؤسسات منها أنشطة رياضية منها أيضا أندية لتساعد تلاميذ بشأن الفتاح الموحيد ديالهم وكانت مناسبة أيضا اللقاء مع رجال ونساء التعليم وكانت أيضا مناسبة لوقوف أمام كل الشركاء ديال المنظومة التعليمية ولأن الرياضة المدرسية مدخل من مداخل الارتقاء بجودة منظومة التربية والتكوين ورفعة أساسية للتنمية البشرية كان لزاما تعزيز مسار رياضة ودراسة بجهة درعة في لالت مسارة تعد مشتلا حقيقيا لصناعة أبطال الغد الموازات مع الأنشطة التي تشجع على المطالعة والانفتاح على ثقافات وتخصصات علمية متعددة تجهين ديال التانوية الخوارزمية بقل ميما وزيارة المركز السوسيو الرياضي لمتابعة دراسة ورياضة بجهة درعة في لالت وآخر محطة اليوم اللي هو الندي قرأة بتانوية سيجن مسار وكانت فرصة بزيارة تانوية سيجن مسار لأنها من التانوية العريقة ديال الجهة واللي اعطت مجموعة ديال الأطور وما زال كتأه الأكثر المنظومة التعليمية بجهة درعة تافيلة تحاقق سانويا نتائج متميزة في الامتحانات الإشهادية على المستوى الوطني نتحول صوب إقليم ميدلت خلال موسم تثاقط الثلوج تعاني الساكنة من إشكالية التنقل على الطريق بين أنفكو وإيميل شيل التي تتطلع الساكنة إلى إصلاحها لطيفة بن حليمة وأحمد الفاضلي إيميل شيل في قلب جبال الأطلس منطقة تتميز بمقاومات عديدة تجمع بين السياحة التقافية وسياحة العبور إلى جانب السياحة الإيكولوجية لكن الطريق نحو إيميل شيل صعبة المثالك تتدهور كل ما حل موسم الشتاء وتساقط التلوش وهو ما يحول دون قضاء المواطنين لحاجيتهم المعيشية اليومية طريق هو الأساس طريق ما عندنا جيد طريق طريق خيبة بزاف وانت برسك جايب انتون فيه تشوف واش تلاقيتي مع شيطانوبيل ولا شي حاجة حيث الطريق كله حفاري ما كيلي كيصلحوا الطريق ما مزيانش ومضيق بزاف ومحفر مزاف يوادي يا رب يرزق كنديروا شوية الفطاطة وشوية تفاح وشوية الكسيبة وشوية القمح وإنما مشكلة وهو الطريق الطريق ما عندنا جيد طريق تندير كسيب البهاي ضعف البنية الطرقية بين إيميل شيل وأنفكو إشكالية تعاني منها ساكنة خمس جماعات وهذه الطريق تمتد على طول خمسة وثلاثين كيلومترا طريق عرفات الفاتح ديلها في إطار برامج فك العزلة من طرف الوزارة وشركاء آخرين تتعرف حاليا حالة تدهور جد 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 متقدمة والوزارة مع شركاء محلين بلورة واحد تصور من أجل إعادة تهيئة هذا المقطع من أجل التوسيع ديلو التقوية وكذا إعادة بناء المنشآت لصرف مياه الأمطار وتحسين مستوى الخدمة لهذا المقطع الدراسات المتعلقة بإصلاح هذا المقطع الطرقي توجد في مراحلها الأخيرة وتعبيده أضحى أمرا ملحا وضروريا للاستجابة لمتطلبات التنقل لساكنة يقدر عددها بحوالي عشرين ألف نسمة وبإقليم خنيفرات تزود بالماء الصالح للشرب الهاجس الأكبر لساكنة دوار أمغاس التي تأمر في وصول الشبكة إلى منازلهم ردعم وأمين شرقوي في كل يوم اعتادت هؤلاء النس والسير لساعة طوال لجلب المياه مسافة اختزلت اليوم واختزل معها مسلسل معاناة كان يقدم اتجع ساكنة دوار أمغاس بالجماعة الترابية الحمام تلاميذة المؤسسة التربوية بدورهم استحسن توفير المياه بفضائهم الدراسي من الماء دولنا وطواليطات قامة خدامين والقراعي كانوا لدينا كانوا لدينا أنشربوا كانوا في سقاية اللي بعادين وكانوا الكلاب ودبا منين جالما دانوا ناس قاية ورغوا لنا الطواليطات ورجعت مدرسة زوينة حسن من القبل كان عندنا لا ملاوانو كانوا يتوجدون أن يسقون منهم يقولون لا كانوا يتوجدون من العراكينا لهي كانوا يتوجدون الناس ليس لابير و لا روبيني و لا شيء وكيني الداري كيعانيوا في المدرسة نمك ربصين من جهة الماء كنا كنا نسقوا من واحد لمرجا وانا في الصيف كنتمشي وانا كنا نمشيوا بعيد باش نجيبوا الماء ودابا يا سيدي جاتنا هذه المبادرة جابتنا هذا الخير هذا دابا كنتم نتمنى وان شاء الله الخير يدخلونا للديور خزان بسعة خمسين متر مكعب إضافة إلى نقط التزويد بالماء الصالح للشور مشروع أحدث في إطار المرحلة الثالثة من برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2019-2021 كنا نعاني بزا من الماء تنسي قيوغي اللي بهي ماء حال الوقت كانت ياخذ لكم؟ تنسي ساعة ونص جوج سوايع تكشيفهاش دير شي حاجة أخرى تتلها غي في الماء تجيب البهي مارد البهي ماء كنا نعاني بزا دابا الحمد لله نتوجه اليوم بجامعة الحمام بالضبط بضوار أنغاس وذي كان لزيارة المشروع تزويد دوار أمغاس بالماء الصالح للشور التي تمت المصادقة عليه من طرف الإجنال الإقليمي للتنمية البشرية وذي كان بمبلغ إجمالي 830 ألف درهم والمكونات المشروع هي مد القنوات وخزان بسعة 50 متر مكعب وبناء سبع نفورات 1400 نسمة وعدد ساكنة دوار أمغاس 600 منها استفادت من مشروع التزويد بالماء الصالح للشرب لكن الساكنة تعلق كل الآمال على يوم تتوفر فيه المنازل على صنابر مياه تعفيهم من رحلة البحث عن الماء خارج دورهم ونصل بكم اللحظة مشاهدين إلى الفقرة الثقافية الأسبوعية رفقة عبد الرحيم بن شيخي عبد الرحيم مساء الخير مساء الخير نبيلة ما جديد عوالم ثقافة هذا الأسبوع هناك الكثير من الجديد كما وكيفا والبداية بفوز المخرج وكاتب السيناريو والمنتج المغربي نبيل عيوش بجائزة الائتلاف الفرنسي للتنوع الثقافي لسنة 2021 اعترافا بالتزاماته الهدف إلى تعزيز وحماية التنوع الثقافي في المغرب والمنطقة المتوسطية وأوضح الائتلاف الفرنسي للتنوع الثقافي في بلاغ الله أن نبيل عيوش عمل بشكل خاص على إنشاء تحالف للتنوع الثقافي في المغرب كما أنشأ مراكز اجتماعية والثقافية في مدن مختلفة من المغرب وإلى طنجة حيث تعود الروح إلى متحف القصبة تحول من مؤسسة سجنية إلى فضاء مفتوح للإبداع والتواصل وحرية الأفكار مكان للانطلاق إلى أبعد مدى في النفس البشرية من خلال العطاء الفني هو تحول في مهمة الفضاء لكنه أيضا في الزمن المؤسس لخصوصية جديدة زيناء اتلمين سعيد نجح ووفاء الدكالي من سجن تأكله الرطوبة ويغرق في العتامة وتخشاه الأنفس إلى متحف يضج بالحرية والضياء يستحل الصمت والقبح في جنباته إلى جمال وحسن برع الرسامون في قص حكاية بريشة وألوان كان في حالة غير يرسلها مع الولايات وعملنا مشروع الترميم اللي كلف براتيكم 11 مليون درهم الدراسة اللي تتعملت باش رعينا لعينا لنورم لتحضر الترميم مع الوضع المتعار كأن لللواحات شفاه وآذان تخالها تبرح إطار السورة لتصبح شخوصا تختال بين رضاهات المتحف كان هذا المكان مرتبطا في الذاكرة بالظلام والقيد يفتح اليوم أبوابه في حلة الأفراح هذا الافتتاح مهم لأنه سيجي جاء باش يزيد واحد المتحف عن المتاح يفلي كنين نفطا جاء وهذا هنا كان سجن وده بولا أولا سجن القصبة أنشئ في القرن السابع عشر هو جزء من رياض السلطان الذي يضم قصر دار المخزن ومسجد القصبة والمشورة وبيت المال ذاكرة مدينة لا تتوقف عن الإدهاش هذا المركز مهم بزاف وكنا كانت منه في الداخل دينا في الدمير دينا أنه يحتيش حاجة إما مكتبة إما متحف إما امتداد المتحف اللي هو دي الأنتربولوجي وعلى كله ربي ربي أد وصلنا في العمل حتى نحضر على هذه الأمنية دينا اللي كانت في الدمير دينا في القلب دينا بين دروب تنجم آثر ومعالم متحف القصبة يعزز غناها قريب من المواطن والسائح يكشف التاريخ والفن والمعمار في مدينة تغزل حكاياها على منسج الفن الفكرة بدأت بخلق فضاء للعرض بعدها ارتأينا دمج أعمال فنية معاصرة نستهلها بلوحات مدرسة الشمال من سجن قديم يعاني الإهمال إلى معلمة فنية بدأ اليوم عروده بفنانين الستنائيين من شمال المغرب وأرض لوراسيا أول رواية للكاتب الشاب بياسر المنفلوطي فسحة إهسد إليها الكاتب أثناء فترة الحجر الصحي ليطلق العنان لحلم لطالما راوده من حجر بسبب الوباء إلى عالم من الحرية خلقه القلم وجد فيه مبدع أرض لوراسيا ذاته وأوجد سبيلا للتواصل مع الآخر عبر رواية بطعم الإختلاف الجميل فلنشكر العلوي عبدالعلي الكنوني ووفاء الدكالي حينما تجذبك الكتابة ويستهويك القلم ستجد للحروف معان كثيرة ولا مفر من الانغماس في عالم دون حدود عالم يمنحك الحرية التي قد تفقدها في عالمك الواقعي تلك هي قصة كاتب بدأت مع هروبه من تفاصيل يوميات حجر قصري فرضه الوباء ليحتمي بالخيال عالما آخر ويصادق القلم في مصار خط على الورق باحترافية تجربة تأريف أولى تنتقل بقفزة ما بين الأحداث في دروتها لتغوص في تفاصيل شخصيات تعددت لتبني عالم رواية أرض اللوراسيا التي خرجت إلى الوجود من تتوان بأنامل الشاب ياسر المنطلوطي أرض اللوراسيا هي عبارة على واحد المجتمع برمته اللي يعيش فيه واحد الشعب اللوراسي تحت دقوص والعادة ديالهم اللي استغلها لبعض من أجل بولو السلطة واستغلها لبعض الآخر من أجل كسب المزيد من التهب والبعض الآخر اللي يعيش فيها قصة رومانسية من أجل أنه يعيش في سلام داخل ذلك القصة من عالمه الواقعي وعمله بأحد فنادق تتوان أحب الكتابة واستهوته قدرتها العجيبة فبها وعبرها يحقق ذاته ويرسم معالم حكاية هو بطلها نحاول أن نشوف هذا شيء من منظور إيجابي لهذه المهنة هذه داخل المطعم فهي تحت لواحد المجال كبير فمدينة تطوان كتعرف واحد تقافة كبيرة عندها وكانت تستقبل الكتاب والشعراء اللي كان نبغي نشكره ملمين بار هذا لأنه كان مئة واحد راسد تقافي للغة العربية كبير فأحيانا في وقت العمل بحكم أننا نتلقاه وهم نحاول ونخدام في نفس الوقت خدام وفي نفس الوقت نديم عندهم معلومات نسمعهم كي نقشوا واحد العمل الجديد كاين ليه ما قدرش أنا نقرأ أو لا ما بقي ما توصلش به ما بعد أرض لوراسيا لمجال للتوقف عن الكتابة جزء آخر للرواية بأرض أخرى مجموعة قصصية ودخول غمار كتابة السيناريو أرض لوراسيا رواية كتبت بحب وتفاصيلها متفردة هي الآن متاحة للجميع وخصوصا لمن يريد الانسلاخ عن عالمه لمدة من الزمن والعيش في عالم خيالي يحقق له المتحة هانيا نجيم تعرف القصيدة جيدا والقصيدة تعرفها جيدا تسمي الصدر صدرا والعجوز عجوزا وإن كانت في شبابها تبحر كل البحور باتجاه الشعر بقانون خاص هي المتخصصة بالقانون العام تسجل الحروف والجمل وبدع الصور فيكون اسمها في الساحة المغربية حاضرا هذا ما شهدت به صار كتير أحمد الحمري والثالث هم رضا فجاج تكتب شعر تعبر عن ذاتها عن أنوثتها عن علاقتها بالعالم وأشيائه الكتابة طريقها إلى الحياة هي هانيا ناجيم ابنة مدينة الطنجة لم تختر أن تكون شعرة بل وجدت نفسها تنضم شعرا منذ طفولتها لتنساقها مع هذا الطيار الجارس كانت أول محاولة دياليم اللي كانت عندي قرابة هكذا كتسع سنين عشر سنين كان المطر يعني كان واحد تجاوزين وبدعت واحد القصيدة هي الحقيقة الكتابة هي الكهدية بلغتها تخط الشاعر مساحات تتحدى الزمان والمكان لتجدبنا إلى عوالم هي وحدها من يخبرها فالشعر منباعت من ذاتها بعشقي أنا مثل يضرب بقلبي له معبد يمصب خصوف كسوف إذا عمادنا وسلطان حب السماء يحجب درست القانون العام محازت على درجة الدكتورة فيه لكن نداء الحرف كان أقوى إذ اختارت هني ناجيم أن تتذثر بذفء قصائدها وتهاب نفسها للشعر مع الكتابة كان نحس أني كان نخرج من ذلك العالم الضيق إلى عالم واسع عالم إبداع عالم كلمة الشاسع لا منتعه العين بالقلب زود عالم شفاف مفعم بالأحاسيس الجياشة المرهفة تنقله لنا هني ناجيم من خلال أشعارها لتنفد بنا إلى سماء القصيدة ضامنة بذلك استمرارية سنفونية العشق العين بالقلب زود تدعوه للحب يشا إن حبيبا غزاها واستقر بالحشا سرنا مطاعين له سرنا مطاعين له نمشي إلى حيث ما شاء نموت إن غابا ويحيينا إذا حبا وشاء إلى هنا تنتهي الصفحة التقافية وأعود إليك في نبيلة شكرا لك عبد الرحيم على هذه الجولة الثقافية الماتعة أدعوك وأدعو مشاهدين لمتابعة هذه الصور لوضع الصاروخ أريان خمسة بنجاح التليسكوب الفضائي جيمس ويب الذي ينتظره علماء الفلك من العالم أجمع منذ ثلاثين سنة لمراقبة الكون بإمكانات غير مسبوقة في المسار نحو مداره النهائي الذي سيبلغه في غضوض شهر على بعد مليون ونصف مليون كيلومتر من الأرض وحلق التليسكوب بعد إطلاقه فوق المحيط الأطلسي ثم أفريقيا حتى انفصاله نهائيا على علوم ألف وأربعمائة كيلومتر وبسرعة فوق أربع وثلاثين ألف كيلومتر في الساعة ختم المشاهدين تذكير بأبرز محبوب أحطت الخبر للنشرة الرئيسية لهذا المساء قضية صحراء المغربية سنة الانتصارات الدبلوماسية تنضاف للتأييد الدولي لمبادرة الحكم ذاتي بالأقالم الجنوبية للمملكة وفتح العديد من التمثيليات الدبلوماسية بكل من العيون والدخلة الطريق السريع تذنيت الدخلة مشروع هيكلي برهان تنموي ربح للوقت وجلب للإستثمارات على مستوى جهة بولمي مدنون تقدم الأشغال بالمنشآت الفنية فاق السبعين في المائة المتحور أوميكرو انتشار سريع والانخراط في عملية التلقيح بالإضافة للتقايد والإجراءات الوقائية توق نجاة من الوباء وحفاظ على الأمن الصحي المملكة المغربية استراتيجية أمنية محكمة تعتمد لاستباقة في التدخل يقظة مكنت من إجهاض عديد المخططات الإرهابية التي كانت تستهدف أمن واستقرار الوطن نهاية الناشرة شكرا بقائكم معنا أطيب الأوقات على الأولى اشتركوا في القناة